واحد دلوقتي وهتشوفوا ايه? النتيجة من جوه عاملة ازاي? اصفال طبعا بيحبوا بقى ايه? محركات دي. بصوا بقى. عاز اقوليكم بس من جوه هاش ازاي? ما شاء الله? شايفين? شايفين طريقة دي ايه وهاش? اهو. جميل جدا. جربوه بازن الله هينولي عجبتكم. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة معكم سهيل من قناة نغمات الاطعمة اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله هعمل معاكم الكراسور بكل تفاصيله. اه مدارس اقربت بقى وعاديم حاجة كده الاطفالنا سريعة ومغزية. وفي نفس الوقت ايه? اه تبقى سهلة كده معاكي. والصبح انت بتلبس الابلاد. اه يلا بنا عالم هادير والطريقة بقى عشان ما تنوش عليها لغاية. عندي هنا كيلو من الديق. طعم مغوزات. نخلاها تلات مرات. تمام? ربع كيلو زفدة. تكون لدرجة حرارة المطبخ. تكون صيحة كده. عندي بتين. معلقة صغيرة من الملح. معلقة كبيرة من البيكين باودر. عندي هنا باكو خميرة. كباية صغيرة من السكر. نصف كيلو حليب. سهلة خالص وبسيط. يلا بقى بنا عيه? نطبق مع بعض. عندي هنا اول حاجة. بس كده النفسي. بجيب كده ايه? دقيق. لازمة نكون ممخول ثلاث مرات. انا باكد بس عن معلومة. عشان ايه? سيبقى سهلة معاكم كده وتبقى حلو. هحط كده البيكين باودر. تمام? وهحط كمان الملح. هحط هنا كده ايه? نصف كباية صغيرة. من السكر والحبيبات. هسيب شوية كده عشان ايه? اخمر فيه من خميرة. هقلب بقى كده ايه? مكونات الجفة كده مع بعض. واحدة معايا كده. اقعد فقه في حتة ولا اتغيره المحطة. كده قلبت المكونات الجفة. هعمل ايه بقى? هعمل كده ايه? هجيب كده. الحليب يكون دافل. نصف كيلو حليب. احطه كده في النص. تمام? تمام. هجيب كده لخميرة. وهجيب السكر. خلاص كده. هقلب كده ايه? الدكونات. هقلب بقى ايه? كل الخليط كده. مش في الدقيق لأ. النص كده. هقلبه واسيبه عشر دقايق. لغاية ما ايه? ما يتجالس مع بعض الخميرة. والبيت. والايه? والحليب عشان ينشط. بتفرق خالص في الايه? في العجين. بتديها ريحة حلوة. وفي نفس الوقت. طعمها بيبقى حلو معاكم ومميز. هتسبيها كده عشر دقايق. انا بس عشان معاكم. عجل على طول. عشان ما تقولش عليكم الفيديو. هو تجوه حر جمان. العجين هتنشط بسرعة. بص هي نشطت كده ازاي? هقلب بقى كل الديق كده مع بعض. واحدة واحدة كده. علم بكل العجينة كده. في ايه? في المكونات اللي انا هبتطر. لو انتم الابطال ولسه معايا ما تنسوش اللايك في الشير ومسعد بسكريب وتفعلوا زر الجرد على جميلة الكل. استنيت علاقاتكم تنوروني بالاشتراك في القناة. هقلب بقى كده بصوا عاملة جزء ازاي? العجينة بقت عاملة زي حبيبات. كده. بعد البقى ايه كده ايه? هنازل كده المقدار كله. هفضل الالم فيها. لغاية ما ايه? ما كل المكونات تتجلس مع بعض. هتبدال تعملي كده. لغاية ما كل المكونات كده. كل العجينة هتتشربها. هبدال اعمل فيها كده لغاية ما ايه? ما العجينة كلها هتتشربها وارجعلكم تاني. واصل وانواصل. اوعى تروحي في حتة ولا تغير المحطة لسه مكملين مع بعض. هنا للميت كل العجينة بالمنظر بقى اتلمي معي كده. هنحطه بقى كده على رقامة. شانش فيه? نتلمي معي بكل سهولة. مص الخطوة دي بقى. وانا بعجل. عملت ايه? بقيت. حطيت ايد كده. الايد دي بس نتبيها كده العجينة. والايد التانية بعملت بها كده. شايفين بالمنظر ده? عشان تتلمي معي بكل سهولة. ما تخافيش خالص هي ايه? طريقة جده. هعمل كده بقى. لازم يكون الزب ده بدرجة حرارة المنظر. تكون صيحة كده. شايفين? بالمنظر ده كده. ما تخافيش خالص هي تتلمي. اول حاجة هتلاقيها كده ايه? فكت منك. بس هي هتتلمي بكل سهولة. هتعميلي كده. ايد تسندي بيها. والايد التانية تلمي. وتفضل تعميلي فيها كده. اهي. لغاية ما الايه? ما الزبدة تتشرف كل ايه? كل العجيبة. فما تخافيش خالص لو هي ايه? عملت معاك كده. لأ. هتفضل هي ساحة مني اطلاقا. هتفضل تعمني فيها كده. لغاية ما انا عجينا كلها هتتلمي معاك. لمل كده. صابع ايدك وعملي كده. شايف هي عملت ازاي? ما تتخضيش خالص. حسنا تقولي الايه? اللي الزبدة فصلت على دقيق? لأ. هي هتعمل كده. اتضال اللي لمي فيها هتبصت لها تلمت معاك. وما تتخضيش خالص. هتبصت اللي تلمي فيها كده. قص هي عاملة معاك بس هي هتتلم بكل سهولة. هتبصت لقي الايه? العجينة شربتها. وفي نفس الوقت هتبقى معاك طريقة وحلو. هفضل بقى اعجل فيها كده لمدة خمس دقيق عشان ما طولش بس عليكم. وهرجع لكم تاني. اعدت اللي فيها لمدة خمس دقيق شايفين عاملة ازاي? ان شاء الله. اللي عجينة طريقة جدا. بصوا ما شاء الله. اللي عجينة طريقة جدا. اللي بقى اقطعها كده. طبعا هتقطعيها على حسب ايه? على حسب كده اللي انت عايزاها. اعمل كده. اقطعها بس اتنين كده. عشان تبقى سهلة مقايا وانا بشكلها. خليها كده على جنب. وهغطيها طبعا عشان ايه? ما تشافش مني. اغطي كده العجين. عشان ما تشافش مني. نفس الوقت يدي دراوة كده. هجيب كده كيس. احطه كده. واحط عليه الفوت. بالمنظر ده كده. شايفيني ازاي? بالمنظر ده. اكنا بس كده على جنب بقى. هنشكلت تانية بقى. هجيبني مردنة. هشكلها كده. افردها. سهلة خالص وزريع وبسيط. وفي نفس الوقت ايه? لو حطتيه في الفريزر. يعني انت لو حطتيه في الفريزر. هيبقى سهلة خالص برضو معاكي. هتطلعيها مثلا انت هتدي لولادك بالليل. مثلا اه الصبح. هتديهم كروسوه. طلعيها احمل بالليل في الايه? في العلبة بتاعة المدرسة. هتفك معاكي بكل سهولة. يعني كمان مش محتاجة ان انت ايه تسخريها ولا حاجة. افردها كده على قد ما اقدر. عشان اضمن انها ان هي تبقى مورقة معايا. اقوليكم اعمل ايه? فردتها ازاي? اجيب بقى ايه? الجزء ده. اروح اعملها على الجزء ده كده. وافرد. انا ليه بعمل كده? عشان اضمن ان هي تبقى مورقة من جوة وفي نفس الوقت ايه? هشة معايا. ماشي? ايه? كده اهي? بتخليها ايه مستطيلة? يعني ايه? بتخليها مقاس واحد. بتخليش حتة بقى ايه عالية وحطة وطية. هتخليها في سوى واحد. اعملها تاني كده. اروح اعملها كده. خلاص كده. شايفين بقى انا طبقتها كم مرة? اربع مرة امت. افرد بقى. اخر فردة. ما زلده كده. حاجة من الاتنين بقى. هي تفرديها كده. بتبقى ايه? سمك واحد كده. شايفة السمك? سمكها واحد. هقليب على نحنة تانية وبرده قفلت. لو انت مش عادة بقى ايه? يعني هي العجلة كمان لسه ايه? ما خمرتش. العجلة معي كده ما خمرتش. انا هشكلها قبل ما ايه? ما تخمرو وهخمرها برضو في ايه? في الصينية اللي انا هغرز فيها. اعطها. انا هعمل اتنى احنة تانية ايه? تمانية كده. شايفة ازاي كده اهو? هشكل بس واحدة معاكم عشان ما اطولش عليكم. دي طبعا ايه? هتتقسم اتنين عشان دي تبقى كبيرة اوش. هخلي العجين كده على جنب وطعال اشكل معاكم واحدة. افردها كده. طبعا دي هتطلع كبيرة جدا. لو انت عازة تقسميها اتنين. مفيش مشكلة. هلفت بقى كده. هلفت بقى كده. اهي. هتطلع معايا جميلة جدا. هسيبها بقى طبعا ايه? هتتضاع في كمية بتاعتها. هقطعها جده تمانيات. وسبعين. بعد ما فردتها كده. تمانية وسبعة. المنظر ده. العجينة بالمنظر ده. سواسع لنفسي كده. طينا هنا في الكاميرا. اوسع تاني. اهو. انا جميل كده. اهو. ولفها كده. المنظر ده كده اهو. شايفين بقى قدة الشكل حلو ازاي? طبعا انا هجيب هنا ايه? الاسطلية اللي انا ايه? هتاجه فيها. هخمر فيها العجينة. وهعمل ايه بين كل واحدة وواحدة. هعمل مساحة كده عشان هي ايه هتجبر مني. هسيبها كده. هي تتضاعف. ممكن انت بقى ايه? تعملي صغير كبير. على حسب مسلا ايه? لو حد ايه? مش عايز واحدة كبيرة. لا ايه? اه تعمل له حاجة صغيرة كده. اهي? اعلم هالكم تاني. لفها سهل خالص وبسيط. همسكها كده. وعلفها كده. المنظر ده كده. اهو. بصيت لفت معي بكل سهولة. هخمرها طبعا في نفس الصينية. اللي انا ايه? هساوي فيها. اعملي بقى امتي مقاسات بقى. اهي لو واحدة هتعت معاك كده همتش اي مشكلة. هتعملها كده. اهو. بصوا سهلة ازاي? هخلص بقى كل الكمية. وهرجع لكم تاني. واصل ونواصل. عمدي ايه صينية. حطيت فيها مية. اه غليت على النار. وهحط فيها كده ايه? ايه? ايم الفنجان من الخل. بس عشان ايه? عندي العلمونيا ما تسودش. هحطها في قاعة الفرن. انا مولع الفرن. على درجة حرارة. بتين وكمسين درجة ماءورية. هحط كده الصينية. في قاعة الفرن. تمام? واحدة واحدة معي كده. عندي هلا العجين. بقى بالمنظر ده اتخمر. هحطف ايه? في النص كده. هشغل الفرن من تحت. والا اول ملاقي الكروسو عيلي معي كده. وبدأ يستوي. هشغل عليه الشوية. هقفل عليه الفرن كده. مش هجي نحيته. الى غاية ما يستوي. ودي شاكل لما تلعب الفرن. شايفين جماله حلو ازاي? بص بقى يا امرايا هتجيبي بقى ايه? اي مربع عندك? مربة مش 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 مربة فراولة. اي طعم مربع انت بتحبيه? هتعمل الوش كده. هيفضل مع عاكب يلمع. مش هيحصل له اي حاجة. جميل جدا. وطبعا حاجة بقى نظيفة في البيت. جربوه. ان شاء الله هيعجبكو والنور اعجبكو. اي نوع مربع عندك? ادي له الوش كده. يا سلام على جمالك. لو انت مش عادة تديني بقى الا لما لو انت عملت كمية يعني. وعادة تحطيها في الفريزر. ممكن الخطوة دي هتعمليها قبل ما تيجي تكل. هتسخنيه. وهتديني وش كده. هيفضل معاكب يلمع كده. وجميل جدا. اجربوه باذن الله هيعجبكو وينول يعجبكو. خارجو طريقة دي ايه? يا شاء الله جميل جدا. عشان سخني جدا مش ادرى ارمزه. هجيبي بقى ايه? بعد ما عملت الوش كده. بقى اي مربع عندك? مربة الفراولة. او مربة مش مش. او ممكن ايه عسل برضو عسل نحل. يعني اي حاجة تديك اللمعة كده حلو. وهيفضل على اللمعة دي مش هيطفق على حاجة منك. بس زي ما قلت لك. لو هتحطيه في الفريزر. بتعملي كمية كده وتحطيه في الفريزر. هتعمل الخطوة دي. قبل ما تيجي تاكل. او اللي تحطيها في العلبة بتاعت الاطفال ولما تروح في المدرسة. برضو هتعمل الخطوة دي. بس بعد ما تعمل الخطوة دي بقى هجيبي الستريتش بتاع الطعام. بتحطيه عشان ما يبعدل كيش ايه? العلبة بتاعت كده ما شاء الله. شايفين طريقة دي? شايفين ما شاء الله طريقة دي? جميل جدا. اخر خطوة بقى. هتجيبي بقى ايه? شوكولاتة كده. هتعمل عليها خطوط كده. جميل جدا. اطفالك هيتبس بيقى ايه. بتحلوكم واحد الوقتي وهتشوفوا ايه? النتيجة من جوة عاملة ازاي? اطفال طبعا بيحبوا بقى ايه? محركات دي بصوا بقى. عازة اقوليكم بس من جوة هاش ازاي? ما شاء الله. شايفين? شايفين طريقة دي ايه هاش? اهو. جميل جدا. جربوه بازن الله هينولي اعجبتكم. هون كده. طبعا انت لو عازك تكبريها بقى تكبريها. بس انا عاملة على قد ايه? على قد طولر. ما شاء الله? شكله جميل جدا ويشهد. بعدين ايه جميل? ايه رأيكم? طبعا انا على حسب طلبك بقى. ايه بحضة صغيرة جميل جميل عشان ايه? تبقى في السرفيز شكلها حلو في نفس الوقت. تقديمك يبقى كويس. في كده شوكولاتة. نفس غلاص. يعني ما شاء الله الكيلو دقيق. عمالي كمية كبيرة من الكراسون. طبعا احنا بنعمل حاجتنا في بيتنا. احلى كتير من اللي في المحلات. وفي نفس الوقت مش مغلق. مش مش هيخد منك اي مجهول. يعني الكمية دي ما شاء الله هتعب معك كتير. شايفين منظره بقى جميل ازا? اهو. ما شاء الله? جميل جدا. عايز اعرف لكم بس الكاميرا كده. تشوفوا جماله عامل ازاي? شايفين جماله بقى? بسم الله ما شاء الله. جميل جدا. وطعمه طحفة. ما تنسوش بقى لو عقابتكم الحلقة اعملوا لايك وشير. وسبسكرايب. وتفعلوا زر الجرس. على كلمة الكل. مستنيات علاقاتكم. تنوروني بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.